اشتركوا في القناة وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل صباحة اليوم رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بالخادم الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية وذلك في قعدة تشاورية وقال أيضا وزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثة أن مشروع الدستور الجديد ينسجم مع متطلبات الدولة العصرية ويتجسد للإرادة الشعبية وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لمشروع تعديل الدستور بأن منهجية أعداد الدستور تدجسد في إرادة الشعبية في مرتين وأوضح جراد بأن المصارى المشروع تعديل الدستوري انطلق بتكليف رئيس للجنة من الخبراء القانون الدستوري بسيغة مقترحات تعديل الدستور محادها سبعة محاور وكشف الوزير الأول بأنه تم ترك حرية للجنة أعداد الدستور في اقتراح تعديلات لها خارج محاورا سبعة مؤكدا حرصه على تعزيز الحقوق المواطنين وحرياتهم وتوسيع مجالها وإدخالها في الحياة العامة وتعزيز الفصل بين السلطات ووزاراتها وفي خبر آخر دعا رئيس اللجنة الوطنية للتجار والحرفيين حاج الطهر بولنوار التجار إلى تأمين محلاتهم وسلعهم من الفيضانات وكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أنه لم تسجل أي خسائر في السلع والبضائع لدى التجار الذين تواجدوا سلعهم في الطابق الأرضي بالأماكن التي سجلت فيضاناتا في العديد من المناطق وأضاف المتحدث في اتصال مع هذا الخبر أن التجار ملزمون مستقبلا بتأمين على محلاتهم ومعداتهم وسلعهم وممتلكتهم وعدم الاتفاء بتأمين مركباتهم فقط وهذا وأوضح بولنوار أن لقاته القادمة مع الإذاعة الوطنية للتجار والحرفيين ستنصب أغلبها في تحسيس التجار بأهمية تأمين ضد الكوارث الطبيعية لا سيما الفيضانات التي أضحت تتكرر مع كل موسم الشتاء وفي خبر آخر أقول قال وزير الموارد المائية أرسق بالراقية اليوم الثلاثاء أن الفيضانات المؤقتة التي تشهدها البلاد تسببت في تساقط كبير للأمطار في ظروف قصيرة وأوضح الوزير الإذاعة الوطنية بأنه ما تشهده الجزائر حاليا من تهاط لأمطار غزيرة يدخل ضمن النشاط الموسمي مؤكدا تكرار هذا للولايات الوطن بتغيرات المناخية الحادة التي أصبحت أكثر كتافة وهو ما يحدث في عدة مناطق من الحوض الأبيض المتوسط حاليا وأفاد الوزير بأنه بسبب الفيضانات المؤقتة التي تشهدها عدة ولايات في العواصف الخاطئة والكميات الكبيرة للمياه المتساقطة في ظروف وجيزة مشيرا لنا أن الكميات التي تساقطت في ثلاثة ساعات بالعاصمة تعادل كمية تساقط في شهر كامل كما تسجل حوالي عشرين مليمتر في خمسة عشر ثانية بخنشلة وخمسة وثلاثين مليمتر في أقل من ثانية في عشرين ثانية يقول بقسنطينة وأوضح أرسق براقي بأن البلوعات لا تستطيع استعاب تلك الكميات الهائلة من تساقط الأمطار مما كانت سعتها لذلك تشهد هذه الفيضانات المؤقتة ونهاية المجز في أمان الله مشاهدنا الكرام ترجمة نانسي قنقر